تشهد منطقة الباحة جنوبية غرب السعودية مهرجان خيرات الباحة يقام سنوياً لعرض المنتجات الزراعية والصناعات اليدوية والحرفية لسكان المنطقة تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا منذ الدخول في بوابات الدخول لقياس درجة حرارة الزائر والتأكد من تطبيق توكلنا وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد داخل المهرجان توسط الموقع مسرح صغير لإجراء اللقاءات مع عدد من المزارعين بالإضافة إلى مسابقات وألعاب شعبية وإلقاء الإشعار ورقصة العرضة الشعبية رقصة في الكلورية يرقصها الرجال في السعودية في المناسبات وخاصة الوطنية منها وخلال حفل اختتام المهرجان بفقرة العرضة الشعبية صعدت فتاة على المنصة للمشاركة في العرضة والرقص مع مجموعة من الرجال لكن هذا ما حصل موسيقى 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 من السعوديين من أشار وأشاد بتصرف الرجال وإبعاد الفتاة عن المنصة ومنهم من كان منتقدا طبعا ناصر يقول إبعادها وإنزالها قل الذوق الصراحة العرضة وغيرها مش حكر على الرجال متأكد أنها كانت تبي تستانس وتنبسط لكن الهيئة بثوب جديد تفرض وصايتها على العبيد يقصد بالهيئة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تم تحجيمها مؤخرا سالم الشيباني يقول للأسف فرق كبير بين تمكين المرأة وبين قلة أدبها ندى الصباح تقول لابد من البحث عن من وراء عن من وراءها لأن تصرفها مقصود والهدف منه إظهر مضرومية المرأة وأنه ليس لها حقوق كما يردد النسويات الفسيدات لأن هناك من يرصد هذه التصرفات ويظهر بأن المرأة محرومة من حقوقها مثل حقها في العرضة مع الرجال ومزحمتهم في كل مكان بدعوة الحرية والحقوق المسلوبة رئيس اللجنة لجنة الثقافة والفنوم بمحافظة القرى بدر الزهراني رد على هذا الجدل يقول العدد كان محدودا في المهرجان وتم منع الجميع من الصعود على المسرح التزاما بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وما قيل غير ذلك لا صحة لها أما هناك من غرت ورد عليه بنت نجد تقول نزلوها بس لأن العدد كان محدود يعني عادي ممكن تتركونها ترقص مع الرجال هي وبنطلونها المشقق والعباية اللي عنده الركبة ومفتوحة تتساءل أما عشق فتقول ما في وحدة سعودية خصوصا في الباحة البسكدة واضح أنها أجنبية جاي سياحة من لبسها للعباية وجرأتها الزائدة وحركتها لأنها معروف عندنا وخصوصا في الجنوب أنا ذي الرقصة للرجال فقط لكن واضح أن هذه تبي إثارة جدل وطلعت بشكل مثير للشفقة ينضم إلي من لندن المستشارة والكاتبة في مجال التعليم الدكتورة تغريد السراج مرحبا بك يا دكتورة تغريد هل يوجد مثلا في تاريخ السعودية في فلكلور السعودية هناك رقصة يتشارك الرجال والنساء بها طيب تعليقي على الحادثة لازم نوضح سريعا ما هي العرضة السعودية تعتبر العرضة السعودية هي رقصة حرب كانت تؤذى قبل مواجهة الأعداء في المعركة لشعال الحماس في الجنود وتستخدم فيها السيوف ولها لبس وزيخ خاص بها فهذه تعتبر من الثقافة دحناء السعودية فأصبحت الآن هذه تؤدى في الحفلات والاحتفالات وعند الوفود وصولهم إلى المملكة إذن هي رقصة للرجال بالضبط فصعود أي أحد من المشاهدين سواء سيدة أو رجل وصعوده على المسرح وفي المقطع لو تشوفه هي بتحاول تأخذ السيف من أحد أعضاء الفرقة فهذا جدا خطير فهو السؤال أنه كيف وصلت أصلا للمسرح هذا وطلعت عليه سواء رجل أو سيدة ومحاولة المسك بالسيف هذا هو شيء أمني هذا فهذا غير مقبول تماما فموضوعنا هو ليست حقوق المرأة ولا أنه كيف أنها تشارك مع الرجل في الرقصة هو غير مقبول وصعود أي أحد من المشاهدين على هذا المسرح هذا ما كان هو الرد الرسمي يقولون أن المسرح مزدحم وهناك إجراءات احترازية لكن الهاشتاغات المنتشرة في السعودية كانت تحيي رجال القرى ورجال الباحة على هذه المواقف الرجولية والتي منعت امرأة من المشاركة في مثل هذه العرضة هل المجتمع رافض تماما لمشاركة مثلا أو هو من المبكر عليه مشاركة المرأة في مثل هذه الفعاليات أرجع ثاني أقول هذا فلوكلور وهذا ثقافة سعودية خاصة بالرجال رقصتها فلا يوجد مشاركة للمرأة فيها وغير أنه هي من المشاهدين فكيف لها أن تشارك شيء كذلك لا يوجد مشاركة للمرأة في العرضة عندها ليست موضوع حقوق ولكن هي كبانا إجراءات احترازية كيف لأي واحد من المشاهدين لو هنا أو أي مكان أو أي كونسرت حفلة يصد أحد من الجمهور على المسرح طبعا غير مقبول والأمن بنزل سواء كانت رجل سيدة أي كان كل شكر لك المستشارة والكاتبة في مجال التعليم الدكتورة تاغريد السراج كنت معي من لندن شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها